انا كنت في محاضرة كده لبعض الائمة الكرام في وزارة الاوقاف وبعدين اه ومحاضرة كانت شيقة وشباب الحقيقة صاعد وواعد وحاجة كده زي بيقولوا كده في ممورات التنس يعني صاعد وواعد ومتوعد وحاجات كده فالحقيقة الشباب يفرح القلب انا متطمن قوي ومستبشر قوي 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 مستبشر جدا خاصة حتى في الافتاء في امور الدين محزورة على الجهلاء وغير المتخصصين والمغردين اجلالا لصاح الدين ده حكم القضاء الاداري في حكم ساطع لتجديد الخطاب الديني اختصاص العلماء بتجديد الخطاب الديني يقتد تفاعلهم على المجتمع ولا قداسة في الاسلام لأحد يعني عزيني يقوله لأحد المحكمة تفجر مفاجأة من العيار الثقيل هناك فراغ تشريعي وليس فراغ شرعي فراغ تشريعي هو فعلا هي المسألة فيها عاوزة تنظيم مرور عارف تنظيم المرور ده ينفع ولا ما ينفعش ده يصلح ولا ما يصلحش لان مفهوم الحريات متلخبت شوي المحكمة تحدد تسع ركائز لأليات تجديد الخطاب الديني تعين على العلماء معالجتها على قمتها قصرية على الفروع دون المساس بالثوابت وتحديد مفهوم الوطن والمقاصد العليا للإسلام مصر تتحمل مسؤولية خاصة مشاخاتها المهمة فالكلام حلو قوي وعجبني الكلام بتاع حكم المحكمة وده كان محكمة القضايا الإداري بالإسكندرية بالدائرة الأولى بالبحيرة صباح اليوم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وده قضية اسمها قضية يعني باعتبروها دلوقتي في الصفحات الجرائد قضية تجديد الخطاب الديني المعاصر التي قالتها وزارة العدل وده كان بناء على أن واحد من غير المسموح لهم بالخطابة تقدم بشكوى إلى المحكمة يطلب تجديد الترخيص وزارة الأوقاف عملت فلترة شديدة القوة لكل الناس غير الأزهريين أو غير المسموح لهم بالخطابة من علماء وزارة الأوقاف وعاز الأزهر فالحقيقة طالع الناس هما شايفين أنه الجهة المختصة في الوزارة أنه هما ينفعش يتجدد لهم الترخيص لأسباب أنا شخصيا معرفهاش فالرجل رفع قضية القضية اتنظرت زي ما حضرك قلت قالوا أن وزارة الأوقاف ليه الحق الأصيل في إصدار هذا الترخيص لأنه الحقيقة المسألة بقت فوضى طبعا كلام مهم جدا وكلام تنظيمي مهم وكل ماذا حنتفاعل وحنقول قرارات حلوة نقدر نتجمع فيها والنظم ده يتكلم وده ما يسكت وده يتكلم وده لأنه الحقيقة المسألة مش حجرة على الأراء لا هي المسألة فعلا بقت فوضى وبقت مسألة الفتوى أو الإفتاء بقت في منتهى الفوضى لدرجة إحنا ما نقدرش نسكت عليها بقت تهدد أمن المجتمع نفسه وأمن المواطن نفسه وبقينا كل يوم التاني لقى غير المتخصصين بيقولوا كلام كلام يخد كلام يود في دهية لدرجة اللي لما غير المتخصصين اتكلموا في الشغل اللي هو على المتخصصين رح طالع غير المتخصصين يردوا على غير المتخصصين الأولانيين فهم حاجة؟ هو ده اللي حصل ناس مش أكفاء طلعوا واخدين الدين بطريقة غريبة جدا بفتوانة وعملوا جماعات إرهابية وجماعات متطرفة واستحلوا الدم واستحلوا الأعراض وكفروا المجتمع وأمروا بالخروج على الحاكم وضربوا بعرض الحقد كل قيم الدين الموجودة في المجتمع فكانت النتيجة أنه طلع رد فعل تاني من طيار علماني بدأ يكلم كلام خطير جدا علشان يرد على دول فبدأ يلغي التراث من الغلابة والمساكين اللي انتحنوا في النص الوسطيين اللي هم أصحاب الفكر الوسطي هم مش غلابة قوي لأن هم مشتركين في المصيبة لأن هم لو كانوا أقوية وبيقدموا خطاب ديني يقدر يقبل للناس أو يوصل لدماغ الناس يبقى هنا المسألة صح لذلك أنا واحد من ناس اللي معترض على مصطلح تجديد الخطاب الديني نفسه لأنه هو الحكاية مش تجديد خطاب ديني هو الخطاب الديني هو متجدد بطبيعته الخطاب الديني نفسه بينص على إنك لابد إنك تتكلم الناس بلغتهم في إني كلام ده في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين له يبقى الخطاب الديني أصلا هو أصلا متجدد أنت حتيت جدد في إيه اللي تجدده هو دماغك أنت ودماغنا الدماغ المشايخ ودماغ الدعاة ودماغ الناس لازم يحصلها ثورة تجديدية عشان نبص للدين بصة مختلفة شوية نبص للدين إنه وسيلة من وسائل تقدم الحياة مش وسيلة من وسائل فساد الحياة ترجمة نانسي قنقر